اكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تكهن بمستقبل هذه المواد ولا باسعارها وبضمان التزود العادي بها وبحسب لقجع فان سعر الغزوة لليوم بلغ 1028 دولار للطني وبالنسبة للبنزين 1224 دولار للطني وادى هذا الوضع الى ارتفاع اسعار المحروقات باء 30% بين فبراير وشهر ماي 2022 واضاف لقجع خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين ان كلفة المواد البترولية عرفت منح تصعوديا من الفترة الممتدة من يناير الى 11 ميحي التأرجح سعر برميل النفط بين 80 و133 دولار اي بمتوسط 101 دولار للبرميل بزيادة 42% مقارنة مع السنة الماضية واردف المتحدث انه تبعا لذلك عرفت اسعار الغاز والوى البنزين ارتفاعا غير مسبوق مسجلة منذ بداية السنة الى اليوم على توالي متوسطات تقدر 983 دولار للطني بالنسبة للغاز والوى و 1050 دولار للطني بالنسبة للبنزين ترجمة نانسي قنقر